هذه المشاهد ليست لنادي الفروسية، إنما هي حظيرة طبيعية لتربية مختلف أنواع الخيول الأصيلة، كالبربرية الجزائرية والبربرية العربية والبربرية الأصيلة. كل هذه الثروة الحيوانية نشدها بأعالي قرية بومليحة الجبلية في جيجل. سلالات كائنا البارب جزائري والبربرية العربي والعربي الأصيلة، ومنه نهجن ونخرج منه سلالة التي تتميز بالجمال. بعد عملية التاجين يكون عنده قوة تحمل، يكون عنده السرعة، يكون جميل في المنظراتها. هذه الحظيرة الطبيعية لتربية الخيول استثمار واعد من طرف مراد بأمواله الخاصة. هدفه ليس تجاري، إنما للحفاظ على مختلف السلالات وتوفير سلالة محلية ذات جودة تمتاز بالقوة الصلابة والجمالة. بمبادرة شخصية، وبالإرادة، وبحب العمل، وبلادنا جنة، وبربنا إن شاء الله نخدمها. حاضرة للتسلية للأطفال، للكبار السن، لكل ما يحتاج للإسانة لسياحة جبلية. نحن نشجع فيه باش يعني يتحول من مزرعي لمزرعي سياحية. يعني تشوفوا منظر الخلاب هنا، يعني يجي جله يعني رب يعطيها كل الخصائص. مثل هذه الخيول الجميلة ذات الأصل البربري بحاجة للاهتمام، خاصة إذا كان ذلك في إطار الحفاظ على سلالات من أصل بربري جزائري من جهة والترويج لسياحتها الجبلية من جهة أخرى.